بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتان أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوتي والأخوات حياكم الله وبرك بيكم نبدأ ونفسر الآيتين المباركتين في سورة هود في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله جل وعلا في هاتين الآيتين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين سبب نزول الآية كما جاء في أسباب النزول أن رجلا أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع امرأة لا تحل له فأصاب منها كل شيء إلا الجماع ثم ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى الطريق الذي يخلصه من هذه الجريمة فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار يعني صلاة الفجر وصلاة العصر وزلفا من الليل صلاة الليل وهي المغرب والعشاء وأيضا ما يتيسر من قيام الليل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل يعني ساعات من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ففي هذا أن هذه الجريمة وغيرها أنها تكفر بالصلاوات الخمس أن هذه الذنوب تكفر بالصلاوات الخمس كما قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحها إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي خاصة يا رسول الله قال بل للناس عامة ذلك ذكرى أي ما أنزلناه إليك في هذه الآية ذكرى للذاكرين يتذكرون هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى ويعرفون قدر الصلاة فضل الصلاة فيحافظون عليها ثم قال جل وعلا واصبر بعد أن أمره بالصلاة أمره بالصبر كما في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فإن الله لا يضيع أجر المحصنين الذين تابوا إلى الله ولازموا التوبة وصبر فإن الله جل وعلا يتوب عليهم ولا يضيع أجرهم إن الله لا يضيع أجر المحصنين في هذا بشارة لأصحاب الذنوب أن لا يقنطوا من رحمة الله بل يتوبون إلى الله ويحافظون على الصلوات الخمس فإن الصلوات الخمس كما جاء في الحديث كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه وتوفيقه نعم أحسن الله إليكم نذكر الإخوة والأخوات بتلفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري على الشاشة قريبا ونرجو من الإخوة السائلين والسائلات أيضا أن يكون الاتصال عبر الهاتف وأن يكونوا بعيدين عن جهاز التلفزيون حتى نستطيع التحدث معهم بدون تردد أو صدى لأن بعض الإخوة يتحدث والتلفزيون قريب منه نبدأ بالرسائل التي وصلتنا هذه الأخت مسعود تقول تذكر بأن هناك إنسانة مصابة بالعين منذ فترة طويلة يا شيخ واستمرت بالعلاج في الرقيا والزيت والعسل واحتسبت الأجر من الله عز وجل وقد داومت على هذا فرأت رؤيا وبعد تفسيرها قالوا بأنها ابتلا خير فأري الله من نفسك خيرا تذكر بأن لديها مشكلة وهو عند الدعاء في جوف الليل تقول لا أستطيع أن أدعو لنفسي وأصيب بعقدات في لساني وعندما أدعو بالشفاء وهناك عبرات أدعو بها يا رب أنت أعلم إن كان ابتلائي خير فارزقني الصبر وغمر قلبي بطاعتك وبرضاك عني وأعظم لي الأجر هل يعتبر هذا من الابتلا عليها بالتوكل على الله وعليها بإحسان الظن بالله عز وجل وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا حست بمثل هذا عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أنه قد يكون هذا وسواس من الشيطان نعم أحسن الله إليكم علي من الباحة يقول توفي والدي رحمه الله ولم يذهب بزوجته الثانية إلى الحج فهل يجب علي أنا ولده الكبير أن أقوم بتحجيجها وهل على والدي إثم في ذلك علما بأنني أرغب في إبراء ذمته من ذلك الحج يجب عليها هي إذا استطاعت إذا استطاعت من مالها وفي بدنها ووجدت المحرم يجب عليها هي وليس على زوجها إلا من باب الإحسان والإعانة لها فإذا أردت أن تعمل هذا من باب الإحسان إليها ومن باب البر بوالدك هذا شيء حسن نعم فضيلة الشيخ هذا يقول في هذه الأيام نخرج إلى البر ونقيم مخيم لنا مع العائلة ومع أبناء عمومتي وإخواني ولكننا نصلي نحن نبعد عن الرياض أكثر من 120 فنقوم بقصر الصلوات ونقوم بجمعها أما الجمع فلا يناسب لأنكم مقيمون وتصلون كل صلاة في وقتها وأما القصر فإذا كنتم تنوون إقامة تزيد على أربع تيام فليس لكم القصر أما إذا كانت إقامتكم غير محددة ولا تدلون متى ترجعون إلى بلدكم فلا مانع من القصر نعم أسامة من الطائف معنا على الخط السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام عندي ثانية أسيلة ابعدي شوي عن التلفزيون يا أسامة تفضل عندي ثانية أسيلة تفضل السهل الأول ما أحكم تأخير صلاة الرشا لفنسة الليل ما أعلم أنا في ديره ولا في أزامة ما في جمعها طيب يجاوب الشيخ لحظة نعم إذا كنت عند جماعة يصلون صل معهم ولا تؤخرها أما إذا كنت تصلي وحدك وتثق من نفسك أنك لا تنام عنها ولا تنساها فأخرها إلى ثلث الليل إن شئت نعم سؤال الثاني سؤال الثاني سؤال الثاني منهم السبع الذين يظلهم الله يظل الله يوما يظل الله إلا ظلهم ذكرهم في الحديث يا أخي راجع الحديث شاب نشى في عبادة الله ورجل دعتهم رأة ذات جمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه نعم السؤال الثالث السؤال الثالث السبعيux هم الذين يطلقون حساب العذاب شكرا إذا أردت أن تكون مثلهم فأعمل بعملهم لا يسترقون يعني لا يحتاجون للناس ولا يسألون الناس ويتعففون عن سؤال الناس ولا يتطيرون والطيار الشرك ولا تجوز وعلى ربهم يتوكلون ويعتمدون على الله عز وجل فاتصف بصفاتهم وارجوا الله أن يجعلك منهم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع المصلي في النافلة إذا كان في آخرها يكملها أما إذا كان في أولها فإنه يقطعها قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يقول مصلي دخل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى إذا كان يؤمل أو يعلم أن هناك أناسا قادمون فينتظرهم ويصلي معهم أما إذا كان لا يعلم بوجود أحد فإنه يدخل مع الإمام ليحصل على أجر المتابعة أحسن الله إليكم يقول عندي زكاة مال هل أسلمها يا شيخ للفقير أو أشتري مثلا بطاطين أو أغذية بها وأعطيها الفقراء وما حكمها هذا العمل تعطيها الفقير هذا هو الأصل إلا إذا علمت أن الفقير لا يحسن التصرف وربما يضيعها أو أنه يتلاعب بها فإنك تشتري إلا هو بها الحوائج التي يحتاجها فهذا هو التفصيل في هذه المسألة نعم منصور من الخرمة تفضل يا منصور السلام عليكم عليكم السلام الشيخ عندي سؤالين باطل الله بي تفضل ابعد شوي عن التلفزيون يا منصور طيب أنا بعيد عنه طيب يلا صحيحة اللي صحيح يا رضي الشيخ أن نقول بأن هناك تصوف من دوح وتصوف مدموم لا يا أخي التصوف كله مبتدع إذا أردت الحق فعليك بالسنة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم السؤال الثاني هل صحيح ما ينقر عن سماحاتكم هل ترجعتم عن قولكم في جماعة التبريغ وأنكم تنصحون بالقروج معهم كما قال أحد أكبرهم شكرا لا هذا كذب هذا كذب وأنا لا أنصح بالخروج معهم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم تقديم بعض الجوائز من الشركات وذلك بشراء سلع معينة من التي تعرض ومن ثم تهدى الجوائز هذه الجوائز يريدون بها الإغراء على أن الناس يشترون منهم ويتركون المحلات الأخرى فعمل هذه الجوائز لا يجوز ولا يجوز أخذها إذا أردت أن تشتري سلعة فاشتريها بدون جوائز سلم ثمنها والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تشرحوا البر بالبر والشعير بالشعير والذرة بالذرة وما حكم هذا بالتفصيل نعم هذه الأجناس الربوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيع بعضها ببعض جنس بجنس مثل بر ببر فلابد من التساوي في المقدار والتقابض في المجلس وأما إذا اختلف الجنس بأن بيع بر بشعير أو بذرة جاز التفاضل ولكن لا بد من التقابض في المجلس نعم أحسن الله إليكم له الفقرة الأخيرة في رسالتي الشيخ صالح عن حكم بيع الريالات المعدنية بوراقية لا بأس بذلك بتساوية تكون متساوية لا يكون فيها تفاضل لأنها أثمان من الأثمان فهي جنس واحد يدخلها الرباء فإذا باع الريال معدني بريال عربي بريال ورقي فلا بأس بذلك لكن لا يبيع ريال معدني بريالين مثلا ورقي لا يجوز هذا لأنه هو هو نقد واحد وهي أيضا من الجنس الواحد نعم هذا يقول خلف والدي مكتبة كبيرة جدا فيها أمهات الكتب ونحن الحقيقة لا نقرأ فيها منشغلين بأولادنا وأعمالنا وندخل إليها وأنما أخذناها من باب الزينة فضيلة الشيخ بماذا توجهوننا هذه إن كانت وقف إن كان صاحبها أوقفها فتراجعون المحكمة الشرعية تسألونها عن ذلك أما إذا كان صاحبها ما أوقفها فهي من التركة إن شئتم تبيعونها وتتوزعون ثمنها وإن شئتم أن تبقوها ليطالع بها الناس ولكم الأجر في ذلك فهذا إليكم نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما الضابط في الغبن في خيار الغبن يا فضيلة الشيخ وكيف يتصرف المغبون خيار الغبن المراد بالغبن الذي يزيد عن ما جرى بين الناس التغاب القليل لا يؤثر على البيع وليس له المطالبة به لأن هذا مما جرت به العادة أما إذا كان الغبن كثيرا يبلغ الثلث فأكثر فهذا غبن كثير يثبت لك يثبت لك الخيار في ذلك نعم أحسن الله إليكم رسالة أخرى وصلتنا من مقيم في الرياض يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان ما الدليل على عموم الرسالة المحمدية لنبينا صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا دليل من الكتاب والسنة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بشيراً ونذيراً ومن السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الملوك والرؤسة كاتبهم يدعوهم إلى الإسلام فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم أبو عبد الله من القصيم تفضل أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام يا شيخ أنا حديث السنبي وعملت السعيد قبل الطواف أنا مفرد ما أطفت لا أطفت السعيد قبل الطواف الطواف صلى زحمة اللي أمجيت وصلت السعيد صابش وابسعيت وبدأ نطفت فهذا هو داع والله أحسن تعيد الطواف هذا هو الأحسن والأحوط لك شكرا 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 فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما هي طرق الهداية والصلاح يسأل الله الهداية تعلم الكتاب والسنة وعمل بهما هذه هي أسباب الهداية مع سؤال الله الهداية والاكثار من ذلك ونحن قد أمرنا الله وفرض علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الظالين تسأل الله الهداية وأيضا عليك بتعلم العلم الذي تعرف به الهداية والطريق الصحيح نعم أحسن الله إليكم هذا السائل الشيخ صالح يقول فضيلة الشيخ ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة وغيرها عند انتهاء المدة وما حكم الأحكام المترتبة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسح على الخفين والجوربين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها فإذا تمت المدة فإنه ينتهي المسح عليهما فلا بد من خلعهما وغسل الرجلين عند الوضوء وكذلك يبطل المسح إذا خلعت الممسوح عليه إذا مسحت على الخفين وخلعتهما وظهرت الرجل أو مسحت على الجوربين وخلعتهما فإنه يبطل المسح بذلك نعم أبو حاتم من القصيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته يعني الله الله يحفظك كما ذكرنا الحديثة قولنا إله إلا الله وحده لا شريك لنها المنك ولنها الحمد وهنا كل شيء قدير أنا أقولها بعد الاستغفار قبل الفجر في نفس ساعة كده لن عندي دقام الساعة اهتمان وأحب أنام بعد صلاة الفجر هذا يقول هداي مئة براحة كما ذكر للحديث ضمن الله سبحانه يقولها بعد العصر هل الوقت هذا مثل ما قال يعني مثل قولها بعد الفجر أو أن الوقت آمن عن الله واضح السؤال واضح شكرا خلو الأذكار وأن أذكار الصباح يا أخي لابد من الأذكار المرتبة بعد الصلوات بعد الفجر عشر تهليلات وبعد المغرب عشر تهليلات وبعد كل صلاة تسبح ثلاثا وثلاثين تحمد الله ثلاثا وثلاثين تكبر الله ثلاثا وثلاثين وتقول بعد تمام المئة لا إله إلا الله أحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأما أنك في آخر الليل أو في أي وقت تذكر الله بالتهليل والتكبير فهذا مشروع أيضا وهو أمر مطلق ذكر مطلق فاذكر والله جل وعلا يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة واصيلة نعم إبراهيم من الحوطة تفضل إبراهيم سبحانه سيد عبد الكريم وسأخير فضية الشيخ صالح حياك الله أنا سواء لفضية الشيخ صالح بس بالنسبة لتوجيه نصيحة مثلا الخصائص أقصد الأخذ بالأسباب وعدم ترك الأسباب يعني بعض الناس الآن يعني يترك الأسباب أرحان يصير شيء ويقول الله هذا قضاء الله وقدره دون أن يفعل الأسباب يعني نبي يعني توجيه من الشيخ صالح كلمة بأهمية الاتكار على الله والأخذ بالأسباب بارك الله فيك شكرا لا بد من الأمرين يا أخي لا بد من الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى فلا يتوكل على الله ويترك فعل الأسباب ولا يفعل الأسباب ويترك التوكل على الله بل لا بد من الجمع بين الأمرين نعم أحسن الله إليكم هذا سائل مقيم بجدة يقول فضيلة شيخنا العلامة الصالح الفوزان ما السبيل للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة العمل الصالح السبيل هو العمل الصالح قال صلى الله عليه وسلم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فعليك بالعمل الصالح فهو الذي تحصل به الحياة الطيبة نعم أحسن الله إليكم هل تزوج البنت فضيلة الشيخ بدون رضاها وإذا تقدم لها شخص كبير في السن تجاوز الخامسة والأربعين ولكنه مصلي هل يقوم الأب بزواجها وهي في الثامنة عشر من عمرها إذا كانت ثيبا فلابد من إذنها وإن كانت بكرا فلابد من إذنها أيضا وإذنها صماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن تستأذن الفتاة عند تزويجها إذا تقدم لها كفء صالح ورضيت به فإنها تزوج منه لا بد من من ذلك لا بد من إذنها ولا تزوج بدون إذنها إلا إذا كانت صغيرة ولا دون التمييز فلأبيها خاصة أن يزوجها بكوف إن يصلح لها نعم عبد الله من جدة تفضل يا عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السلام ورحمة الله أنا صال لي حادثة قبل ثمان سنوات وعندي فقرتين وعندي ركبي تحق في بعضها وأصلي في البيت فما حكم ذلك الله يا أخي إذا كنت ما تستطيع الذهاب للمسجد فأنت معذور تصلي في البيت أما إذا كنت تستطيع الذهاب إلى المسجد إنه يجب عليك ذلك لأن صلاة الجماعة واجبة مع الاستطاعة نعم شكرا فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نجمع بين الآية الكريمة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم به الله وبين معنى الحديث الذي فيما معناه إن الله تجاوز عن أمة الخطأ وما حدثت بها أنفسها نعم هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكون من الخوف من هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم به الله شق ذلك عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن تقولوا كما قال بني إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثم إن الله نسخها بعد ذلك وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هذه ناسخة للآياء التي قبلها نعم مشاري من الرياض فضل يا مشاري السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام الله يسلمك يا شيخ سؤال بسيط واتكرمت ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رجل الذي أتاه وقال له أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله قالت يكفيك الله حمك ويغفر ذنبك هل نترك ذكر الله ونذكر الرسول شكرا شكرا حبيبا لا تترك ذكر الله ولكن أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بالصلاة هنا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بالصلوات المفروضة والمستحبة وإنما هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالحديث الكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نعم أحسن الله إليكم ما المراد بالخوف المذموم والخوف المحمود وما الفرق بينهما الخوف المذموم هو الذي يحمل صاحبه على اليأس من رحمة الله عز وجل والقنوط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالون إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذا هو الخوف المذموم وكذلك الرجاء المذموم أن يعتمد الإنسان على الرجاء وينسى العقاب وينسى ينسى شؤم المعاصي ويقول الله غفور الرحيم كلا الأمرين مذموم لا الرجاء المذموم ولا الخوف المذموم فالإنسان يرجو الله ويخاف ويجمع بين الخوف والرجاء والرجاء يخاف من غير قنوط ويرجو من غير تفريط أحسن الله إليكم هذا يسأل عن حكم مسابقة الإمام في الصلاة وهل تبطل الصلاة وإذا صلى الشخص أكثر من صلاة وهو يسابق الإمام في الصلاة إذا كان يسابق الإمام ولا يرجع يأتي بما سبقه به بعده إنها تبطل صلاته نعم فيصل إن الدوادمي تفضلي فيصل مساء سلام عليكم وعليكم السلام السلام لو سمحت يا شيخ الله يطيك العافية أنا عندي مؤسسة فيها عاملين فقط وأبغى أنقل كفالات العمال السنين العليا هم قالوا لا انتظر بين مهلة الإقام السنة وأنا ما أبغى أتحملهم فما أدري علي إسم لو نقلتهم جباري أو أنتظر السنة شكرا يا شيخ شكرا والله هذا يا أخي ترجع فيه إلى وزارة العمل والعمال ترجع إلى وزارة العمل والعمال وهم يبينوا لك الطريقة الصحيحة في ذلك نعم صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض ما حكمها كلاهما جائزة تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس تجوز صلاة المتنفل خلف المفترض لأن الدليل ورد بهذا وهذا كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي في قومه فصلاته في قومه له نافلة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وصلاة المفترض صلاة المتنفل خلف المفترض أيضاً هي جائزة لأنه إذا جازت صلاة المفترض خلف المتنفل فيجوز أيضاً صلاة المتنفل خلف المفترض نعم عيسى من الرياض تفضل يا عيسى عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عم ممكن أكلم الشيخ تفضل فضل عليكم السلام عليكم السلام على الشيخ هذا عدي سؤال بس عن يا عبد أنا خاطب لي واحد السنتين ومملك عليها وصار صار بيني بيني في المكالمة في الصال يعني تبتلها كلمة يعني تقريباً نشيبه السبب والمهم بعدها رضيتها وضع وقال له لابت حلف قال إلا أطلقها قلت له ليش مش السبب هذا السبب في البداية قال إيه قال إردتك محي براودي هي رضت بعدها رضيت خلاص رجع قال لا لا مع بعض رجال وجاء رمى المار هنا يا أخي يصبر يا أخي يصبر يا أخي هذه عند المحكمة ما يبعي عندنا استراجع المحكمة في هذا طيب نعم شكراً فضيلة الشيخ هذا يقول لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة لأن الإمام في المسجد لا يعطيني فرصة فهل تسقط عني نعم إذا لم تستطع قراءتها لم يترك لك الإمام مجالاً لقراءتها إنها تسقط عنك لأنك معذور نعم أحسن الله إليكم يقول كنت أبيع وأشتري في السيارات وكنت أزود في السيارة وأنا لا أرغب في شرائها وقد تبين لي بأنني مخطي ماذا يلزمني الآن ماذا يلزمني الآن يلزمك الآن التوبة إلى الله عز وجل وهذا من النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا لما في ذلك من الضرر على الناس والتناجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الآخرين هذا حرام عليك بالتوبة إلى الله ولا ترجع لمثل هذا نعم هذه سائلة أرسلت بسؤالين الأول تقول هل يجوز للحائض أن تسجد سجود الشكر وما الأمور المباحة من العبادات للحائض يجوز للحائض أن تسجد سجدة الشكر وسجدة التلعوة لأنهما ليس ليس لهم أحكام الصلاة وإنما هما عبادة مستقلة والحائض لها أن تذكر الله بأنواع الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير ولها أن تتعبد بالعبادات التي لا تشترط لها الطهارة نعم هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ هل الأجر واحد عند أداء الرجل أو المرأة للعمل الصالح هل هما سوا في العمل الصالح أم أن الرجل يفوقها لا المرأة والرجل في العمل الصالح سوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن نحيينه حياة طيبة ولن نجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يا شيخ صالح يقول بالنسبة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المأمومين والإمام يخطب يعد لغوا وما حكم الدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة الدعاء بين الخطبتين لا بأس به وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للغطبة إنه يصلي عليه في نفسه ولا يرفع صوته بذلك نعم عبد الله من الطائف تفضل يا عبد الله السلام عليكم الشيخ عليكم السلام الشيخ أنا عندي سؤالين عندي ما تسوي على أعمال وما عندي شغل خليهم يستغلون وفي نهاية الشهر يأعطوني مبلغ وقدرة الحاجة في هذا الشيء لحظة جاوب الشيخ هذا لا يجوز يا أخي إذا كان عندك عمل شغلهم بعملك وإذا كان ما عندك عمل ما عندك عمل إنقل كفالتهم وخلهم يستغلون عند غيرك نعم طيب عندي ذهب الزوجتي مكلها سنتين ما بزته كما الحاجة نريزة كام ها ذهب ذهب الزوجتي مكلها سنة ونصر وثماثين ما تلبسه الحاجة نريزة كام وش نية كومبوه نية 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 الزوجة بهذا الذهب اللبس بس ما ما عليها شيء خلاص أحيانا تلبسوني حما تلبس أقول ما عليها شيء الذهب المعد لللبس ما في شيء عند جمهور أهل العلم نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ عندما يصف دواء لزميل الله يقول بأن هذا الدواء خذه فهذا الدواء قاهر للمرض ما يجوز أن يصرف الدواء إلا طبيب مختص وأيضا ما يجوز أن يقول هذه العبارة قاهر للمرض ما يقهر المرض إلا الله سبحانه وتعالى لكن يقول هذا نافع إذا أراد الله يشفي من المرض لا بأس بذلك نعم أحسن الله إليكم مصري مقيم في جدة يسأل ويقول بالنسبة لمواقيت الصلاة هل هي توقيفية ومن الذي حددها حددها الله ورسوله فالله جل وعلا يقول وقم الصلاة طرفا للنهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون هذه مواقيت الصلاة مجملة فسرتها وبيّنتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله فوقت صلاة الظهر عند زوال الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس ووقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله في الطول وصلاة المغرب عند غروب الشمس صلاة العشا عند مغيب الشفق الأحمر هذه مواقيت واضحة بيّنها الله جل وعلا وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نعم نادر من تبوك تفضل يا نادر عليكم السلام ارفع صوتك نادر لا سمعت ممكن نسأل الشيء تفضل السلام عليكم يا شيخ السلام يا شيخ أنا أتزوجت بنت من أقاربي ارفع صوتك نادر أقول تزوجت بنت من أقاربي وما صار نصيب ولا دخلت عليها وطلقتها وبعد الطلاق وبعد تسليم الكرت العائلة للأحوال المدنية كانت في صورة كرت العائلة فقدمتها للإعاشة في العمل وصرفوها لي وبعد سنة تزوجت حرمة جديدة هل الإعاشة الذي أخذها باسم المرأة المطلقة حرام أم حلال وماذا أسحل هل أبدل اسم العائلة باسم المرأة الجديدة أو لله شكرا يا أخي هذا من الكذب تأخذ باسم امرأة قد طلقتها تأخذ عائشة باسم امرأة قد طلقتها هذا من الكذب ولا يجوز لك هذا العمل أتوب إلى الله عز وجل نعم أحسن الله إليكم إذا قال الإمام في المسجد استووا يرحمكم الله اعتدلوا أثابكم الله ماذا يقول المأموم وما حكم تسوية الصفوف المأموم لا يقول شيء وإنما الصفوف تتراص فيما بينها وتسد الفرج وتعدل الصفوف ولا يقولون شيء إذا قال الإمام استو ما يقولون شيء غير الامتكال يستون نعم يقول ما أفضل الدعاء الذي يدعو به المسلم في حياته الوارد في الكتاب والسنة هل أدعو ياها الواردة في الكتاب والسنة يدعو بها يحرص عليها نعم أو بما يوافقها عبد الله من الخارج أو يدعو بما يوافقها نعم عبد الله من الخارج تفضل عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام أن أحبك في الله يا شيخ صالح أحببك الذي أحببتنا فيه يا شيخ صالح الدعاء بين الأذان والإقامة رفع اليد في الدعاء شكرا ما ورد رفع اليد في هذا يدعو بيدون رفع يد نعم أحصل الله لكم الشيخ الضابط في جمع الصلوات عند نزول المطر الغزير هناك فضيلة الشيخ استهادات من بعض أئمة المساجد منهم من لا يجمع ومنهم من يجمع فما الضابط في ذلك الجمع يباح للحاجة مثل الجمع المريض إذا احتاج إلى ذلك مثل الجمع المسافر مثل الجمع للمطر بين المغرب والعشاء إذا كان المطر يبول الثياب أو أنه خلف في الأرض دحظا وطينا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء من أجل ذلك رفقا بالناس نعم أحسن الله لكم أبو محمد يقول بأن عنده سفر في هذه الأيام مرافق مع أخيه المريض مرض مزمن للعلاج في الخارج يقول بأنني قرأت أن أجمع وأقصر ما دمت في سفري مع أخي المريض فما الضابط في ذلك لا يا أخي إذا نويت إقامة طويلة فإنك لا تجمع ولا تقصر وإنما تصلي كل صلاة في وقتها تماما بلا قصر لأنك مقيم إنما إذا كنت تعرف أن الإقامة أربعة أيام فأقل فلك القصر نعم أحسن الله إليكم فضيلة شيخ هذا سائل يقول بالنسبة للدعوة إلى الله هل هي خاصة بأناس معينين وما شروط الدعوة إلى الله وكيف تتم لا بد من العلم في الدعوة ما تدعو أنت جاهل قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والبصيرة هي العلم قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا يعرف هذه الأمور إلا من عنده علم من عنده علم بها فيشترط للدعوة أن يكون الداعية عالما بما يدعو إليه نعم أحسن الله إليكم مباركة فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه يدخل معه المتابعة ويحصل على الأجر في ذلك نعم فضل يابو فهد معنا من الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام السلام أنا من المنطقة الجنوبية وساكني من بالأرياض وإذا جاء رمضان إنت عارف البيوت متبعدة عن بعضها ما في مجمع قروية أو حاجة كذلك متبعدة كل واحد يبني في محل بعيد عن الثاني ما حمد كاربي وكل واحد بيصلي في بيته وإذا جاء رمضان كل واحد يشقل سيارته ويروحوا للتراوح يصلون للتراوح يجمعهم في المساجد من هنا قريبة منهم وكذا يعني ما أدري يعني فعلهم هذا يعني صحيح ولا شكرا طيب طيب لا بأس بذلك إذا كانت البيوت متباعدة وكل يصلي في محله وأما إذا كانوا يحتاجون إلى الاجتماع مثل صلاة التراويح لأنها تحتاج إلى اجتماع فلا بأس بذلك إنهم يجتمعون فيه ارتداد طيب نكتفي بها شكرا شكرا لا فيه ارتداد يا أخي شكرا فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما معنى التوبة النصوح ولماذا سميت النصوح وهل للتوبة وقت محدد بعد عبادات صالحات كالحج ورمضان التوبة النصوح الخالصة النصوح والنصح والخلوص يقال لبن الناصح يعني خالص فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة يعني الخلوص من الغش فعلى المسلم أنه يكون ناصحا في جميع أموره نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يا شيخ يقول عن حكم إعطاء أو بيع ما زمزم أو الحبة السوداء للآخرين لا بأس بذلك إذا كان بثمن معتاد لا بأس بذلك وأما إذا كان بثمن غير معتاد بحجة أنه قرأ فيها وفي قراءة مركزة وقراءة غير مركزة كما يقولون فهذا من الاحتيال على الناس نعم أحمد من رابغ تفضل يا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام عندي سؤال إذا تمحنا نحن مجموعة يعني نسافر من مدينة إلى مدينة ثانية من مدينة من أورة إلى رابغ ونجد الأسبوع بكامل ونهاية الأسبوع بنرجع إلى المدينة هل لنا قصر جمع؟ شكرا يا أحمد لا ليس لكم قصر ولا جمع إذا كنتم تنموني قامة أسبوع في البلد الذي ذهبتم إليها فصلوا مع الناس وأتم الصلاة ولا تقصروا يا شيخ هذا سائل يقول ما حكم قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عند بدءنا بتلاوة القرآن هل هي واردة في السنة؟ واردة في القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أردت أن تقرأ تستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة كما أمر الله جل وعلا بذلك له سؤال آخر يقول يا شيخ هل العقيدة تبنى على غلبة الظن؟ وما التوجيه في كتب العقيدة في قراءتها؟ العقيدة تبنى على اليقين ما تبنى على غلبة الظن ولا بد من تعلم العقيدة لا بد من تعلم توحيد تعلم العقيدة ما يكون الإنسان على جهل بعقيدته وإنما يتعلم كتب العقيدة والحمد لله ميسرة مختصرة وواضحة وتقراها على المشايخ وعلى العلماء لذلك تعرف العقيدة الصحيحة من غير الصحيحة يقول السائل هل تعتبر زوجة والد زوجتي من محارمي؟ نعم لا ليست من محارمك نعم أحسن الله إليكم زوجتي إيش؟ يقول هل تعتبر زوجة والد زوجتي؟ زوجة والد زوجتك ما هي من محارم كنت؟ طيب ما هي من محارم كنت؟ نعم أحسن الله إليكم هل للعقيقة شروط وهل من توفر مثل الأضحية؟ شروط العقيقة هي شروط الأضحية تماما اشترط لها السن من الإبل ما تم له خمس سنين من البقر ما تم له سنتان من أضان ما تم له ستة أشهر من المعز ما تم له سنة ويشترط أيضا البراءة من العيوب المخلة بالوضحية أحسن الله إليكم هذا سائل حمزة يقول ما رأي الشيخ في بعض الناس عند تتبعه للرخص والأخذ بالأسهل من الأحكام الشرعية ما يأخذ بالرخص لأجل أنها أسهل عليه ويترك العزايم إنما يأخذ الرخص عند الحاجة إليها الرخص الشرعية مثل قصر الصلاة السفر مثل الإفطار في رمضان هذه رخص شرعية عند الحاجة إليها يأخذ بها وأما الرخص التي هي أقوال العلماء تسمونها رخص هذه ما هي رخص شرعية هذه خلاف بين العلماء تأخذ بما قام عليه الدليل هنا حمد من ينبع تفضل يا حمد السلام عليكم وعليكم السلام السلام مستقل الله بالخير الشيخ هياكم الله فضل ليست حمد من مركز حجر مستقل محمد رابو حبيت أسلسل بالنسبة لأشيخ أنا دام من متافة 100 كيلو بشكل يومي فأصلي صلاة الظهور وأجمع ثلاثة الأسر بشكل يومي مستمر هذا الشق الأول الشق الثاني بالنسبة لفراثة العسر لما تكون في جماعة هل أدخذ أصلي فراثة العسر مباشرة معهم أم أنتظر ثم أصلي العسر واحدهم شكرا يا أخي ما دمت تسافر مسافة 100 كيلو فأكثر يوميا وترجع فلك القصر والجمع في الطريق ولك القصر أيضا في مكان العمل نعم يقول في صلاة العسر فضيلة الشيخ هل يصلي لوحده أم يلحق بجماعة يصلي مع الجماعة من أول الصلاة لأنه يقول صلي ركعتين أصبر لما ما يبقى لركعتين نعم وادخل معهم لا ما يجوز هذا ما تقصر خلف أمام يتم يلزمك الإتمام نعم فضيلة الشيخ هذا سأل يقول بالنسبة للكتابة على المصحف كاسم الطالب والصف والمدرسة المصحف لا يكتب عليه شيء لكن يكتب على ورقة ويلصقها على الغلاف لا بس أما أنه يكتب على الغلاف الغلاف المصحف هذا لا ينبغي نعم محمد فضل من الرياض من خميس من شيء فضل لحمحمد أرى السلام عليكم وعليكم السلام السلام مستكم الله بالخير حياك الله محمد الله بالخير رائع سلام ضيمة سؤال لواحد للشيخ طالع بك فضل لا تفضلك أرى السلام عليكم الشيخ عليكم السلام كيف حالك فضل سؤالك طال أمرك أنا قبل أربع سنة كنت نسافر للرياض وعند مكتب النقل الجماعي لقيت لي حوالي خمس ميت رياض على الأرض وخذيتها ما أدري أرجعها أزكيها أزكيها طيب شكرا أنتظر تصدق بها يا أخي تصدق بها على نية الأجر لصاحبها إلا إن كنت تعرف صاحبها فأرجعها إليه نعم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال تقول فيه السائلة كنت في عرفة وفي الحج وفي العام الماضي وهذه أول مرة أحج وقد قصصت من شعري جاهلة وأنا محرمة صباح عرفة ماذا يلزمني لحوط لكي أن أن تفدي مخيرة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شات في مكة وتوزعينها على الفقراء وكذلك الإطعام يكون في مكة الإطعام وذبح الشات إذا أخذت بأحدهم يكون في مكة أما الصيام فيجوز في كل مكان نعم شكر الله لكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات الحقيقة استفدنا من هذه التوجهات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة أرفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء أشكر الزملاء الحقيقة شكرا جزيلا في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد بن محمد الماضي رتبوا هذا اللقاء مع الشيخ وأشكر أيضا زملاء معي في الاستوديو من الفنيين والمخرجين وبقية الزملاء شكر الله للجميع وإلى الملتقى إن شاء الله هذا زميل مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري يتمنى لكم أوقات طيبة وعمرة بذكر الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله